دلوقتي مفيش اوتوفيسات مفيش اكل كمان الموظفين اللي شغالين هناك في المصيف قالوا ان هم هيمتنوا عن العمل وهينزلوا علشان مفيش مرتب ده تاني شهر داخل عليهم مفيش اي قط ده بخلاف طبعا الاجهزة اللي بقى لها ابتر من سبعة شهور الزمالة بتخله فلوس على طول لان انت اصلا دلوقتي انت فتح للاشتراكات ففيه ناس بتجدد فيه ناس بتعمل بتضيف اهلها بتضيف اولادها فيه المفروض كان خلال الايام اللي فاتت دي برضو فيه فلوس داخلت النادي علشان المحلات واللي جوه فيه محلات كتير جدا 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 جوه فبيدفعوا لكن انت الوضع الحالي النور بيتم اطفاء الانوار بتاعة البوابات المحلات بيتم اغلاقها تسعة لا وحمامات السباحة يا ريت يا جماعة تعرضوا لنا الصورة بتاعة حمام السباحة اه يعني ليه ما بقتش حمامات سباحة احنا عدنا المراحل دي احنا نلاقي فيها اعشاب وطحالب طالع من حمام السباحة يعني احنا عدنا ان نبقى في حمام سباحة والله الميا بقت ركضة لدرجة ان المياه كان زرقه اه يعني المياه كان زرقه جماعة بقت خضره انت شايفة او يعني انت ابقى لمصادرك ومعرفتك بالاحوال داخل نادي الزمال هلو امر متعمد؟ طبيعي طبيعي هقولك على حاجة لو ما فيش مجلس ادارة على قال لي فيه مدير تنفيذي على قال لي فيه مسئولين على قال لي فيه مشرف عمال طب ما تفضي المياه والعمال يخسروا حمام السباحة مش هقولك يا سيدي انت بتقول ما فيش كلور ما فيش فلوس نجيب كلور طب هل ما فيش فلوس لصابون؟ هل ما فيش فلوس ان انت تفتح الحاجات بتاعك وتنزل المياه على فكرة فيه حالة غضب شديدة من اعضاء الجامعة لهم مياه ما فيش تدريبات اصلا ما فيش مدربين بيجوا اغلبيته مدربين ممتنعين ما فيش قبض طب ما تتكلم مع الناس الموظفين دلوقتي انت لو الموظف ما جاش ما تقدرش تقوله انت ما جيتش ليه انت ده تاني شهر داخل ما فيش قبض